بسم الله الرحمن الرحيم سلسلة دروس حول الاستغفار الحلقة الرابعة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد أي الخطور الكرام بعدما تكلمنا في الحصص السابقة عن أسباب وحكم وعلاج قلة التساقطات نتكلم اليوم إن شاء الله عن تعريف الاستغفار وأهميته فما معنى الاستغفار وما هي أهميته أي الخطور الكرام إن معنى الاستغفار هو طلب المغفرة من الله عز وجل وذلك أن من المعاني المشهورة لحروف الزيادة الثلاث الألف والسين والتاء هو الطلب بمعنى أن هذه الحروف غالبا ما تفيد الطلب كما جاء في قوله تعالى استطعاما أهلها أي طلبا من أهلها الطعام وكذلك ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم إذا استنصحك فانصحه بمعنى طلبا النصيحة وكذلك استنجد معناها طلب النجدة وكذلك استغاث أي طلب الغيث والاستغفار مأخوذ من مادة الغين والراء التي تدل على الستر والتغطية وأما بالمعنى الاصطلاحي فهو الطلب من الله سبحانه أن يستر الذنوب وأن لا يعاقب عليها فهو بذلك يتمثل في طلب أمرين في آن واحد الأول ستر الذنوب والثاني عدم المؤاخذة عليها وتظهر أهمية الاستغفار أي الخصو الكرام في أن الإنسان كثير الذنوب والمعاصي والأخطاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون والخطأ الذي يصدر من بني آدم إما تقصير في واجب أو فعل لمحرم ولا يخلو إنسان من ذلك ولكن دواء الذنوب والحمد لله هو الاستغفار ففي الأثار أن الشيطان يقول أهلكت بني آدم يعني بالخطايا والذنوب وأهلكون بلا إله إلا الله والاستغفار والاستغفار أحباب في الله هو سبب للمغفرة ولذلك فقد أمرنا الله عز وجل بالإكثار منه وخاصة بعد كل خطيئة قال تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون فهذا هو حال المؤمنين الصادقين إذا صدر منهم ذنب أتبعوه مباشرة بالتوبة والاستغفار ولم يستمروا على المعصية ولم يصروا عليها فيقبلوا الله توبتهم بذلك كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن رجلا أذنب ذنبا فقال ربي إني أذنبت ذنبا فاغفره لي فقال الله عز وجل عبدي عمل ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لعبدي ثم عمل ذنبا آخر فقال ربي إني عملت ذنبا فاغفره فقال تبارك وتعالى عالم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لعبدي ثم عمل ذنبا آخر فقال ربي إني عملت ذنبا فاغفره لي فقال الله عز وجل عبدي عالم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به أشهدكم أني قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء والحديث في الصحيحين ونظير هذا كثير في القرآن ومن ذلك قوله تعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما أيها الخوة الكرام إن المطالبون بالاستغفار هم بني آدم لأنهم هم المذنبون وأما الملائكة فلا يذنبون ولا يعصون الله تعالى قال تعالى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون ولذلك فهم يسبحون الليل والنهار وبدون توقف قال تعالى يسبحون الليل والنهار لا يفطرون فهم يسبحون الله تعالى ويحمدونه ويؤمنون به وأما استغفارهم فإنه يكون للمؤمنين من أهل الأرض قال سعال الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين سابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم أيها إخوة الكرام وحتى يفوز المؤمن بهذا الشرف العظيم الذي هو استغفار الملائكة المقربين له فإنه تمت أعمالا صالحة تستجلب ذلك دلنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنها الحفاظ على صلاة الجماعة وخاصة صلاتي الصبح والعصر انتظار الصلاة في المسجد وكذلك الجلوس بعد الفراغ من الصلاة الصلاة في الصف الأول وكذلك من يصلون الصفوف المتقطعة زيارة المريض والدعاء للمؤمن بظهر الغيب النوم على طهارة وكذا المتصحرين للصيام فاللهم أعن على هذه الأسباب حتى نفوز بهذا الشرف العظيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر